يواصل مطار العريش الدولي استقبل طائرات المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرتين مساعدات إنسانية من بلجيكا والإمارات وأضح مصدر بالمطار أن الطائرة البلجيكية تحمل على متنها 31 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية بينما تحمل الطائرة الإماراتية أكثر من 19 طن من المواد الغذائية وبلغ إجمالي عدد طائرات المساعدات التي استقبلها المطار حتى اليوم 747 طائرة منها 607 طائرات مساعدات و140 طائرات أوفود دولية